دشنا محافظ محافظة أبيان اللوار ركن أبو بكر حسين المهندس ورئيس مجلس إدارة صندوق سيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن المهندس معين محمد الماس بدأ الأعمال في فتح الطريق على مسار الجسر السطحي الوادي بنا في دائري زنجبار بمحافظة أبيان بعد تعرض الطريق لأضرار واسعة جراء مياه سيول وخلال التدشين كدل المحافظة على أهمية حشد الجهود في مواجهة أشكال التحديات والأزمات الطارئة في أي مجال من المجالات الحيوية في البلاد مشيرا إلى ضرورة العمل يدا واحدة أمام لإصلاح الطرق التي اتضررت بشكل كبير معيقة حركة الناس والتنقل بين المحافظات بدوره قدم المهندس معين الماس شكره للتعاون الذي تقدمه السلطة المحلية للمحافظة بخيادة اللواء أبو بكر حسين لمواجهة التحديات المتعلقة في فتح الطرقات والجسور المتضررة ومحاولة حل الأزمات بالإمكانيات المتاحة والتي سيعمل صندوق الطرق من خلال تمويله والإشراف على أعمال فتح المسار للجسر عبر الوادي لإتاحة المجال في إمكانية معالجة الأضرار التي تعرض لها